هذه الذكرى المباركة والتي أحياها المسلمون من مئات السنين دل على جوازها ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ومعناه جاز لنا أن نعمل طاعة شكرا لله على حدوث نعمة وأي نعمة هي ولادة سيد العالمين وإمام الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة وأتم التسليم لذلك هذا قال فيه الحافظ ابن حجر هذا إشارة إلى جواز أن تفعل الطاعات والخيرات شكرا لله على حدوث النبي على خلق محمد صلى الله عليه وسلم